تاج إليك يا رب طوبة للأم التي ولدتك وأرضعاتك بل طوبة للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه علمنا كيف نصلي كما علم يحنى تلاميذه متى صليتم قولوا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا خطيانا كما نغفر لمن يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقا من تحدث عنه الأنبياء فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابنا وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقا لهذه النبوة أعلن الكتاب المقدس أيضا أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله وهكذا كان يسوع ابن لله ليس من منظور جسدي طبيعي بل من ناحية روحية ونحن نرى هذا واضحا في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته إذ شف المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله واعدا إياهم بنصيب في ملكوت السماوات ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم وقام ثانية قاهرا الموت قال يسوع عن حياته ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط لكنها أكدت أيضا حق كلمة الله المقدسة فقد قال الأنبياء قبلا إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات ويسوع نفسه قال السماء والأرض تزلان لكن كلامي لا يزول جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن مختارا أن يحيا كما يريد وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعا أخطأنا ويعلن أن عقاب الخطيئة هو الموت أي موتا روحيا بابتعاد أبدي عن الله لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عيوضا عن ابنه هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلا عنه وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا لكنهم قد نجوا أيضا من دينونة الله الأبدية ضامنين لهم مكانا في الفردوس مع الله إلى الأبد يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصا من سلطان الخطيئة وهذا لا يعني اتباع دين جديد لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال ها أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وهذا يعني أيضا اللجوء إلى الله واثقا أن يسوع سيدخل حياتك غافرا خطاياك ومغيرا إياك إلى الإنسان الذي يريده ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعورا عاطفيا فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيرا عن إرادتنا هذه وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصيا من خلال صلاة بسيطة قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله إن رغبت بهذا فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك أيها الرب يسوع أنا أحتاج إليك أشكرك لأنك مدت على الصليب لأجل خطاياي أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبالك مخلصا وربا أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه بينما أصبح واحدا من أتباعك آمين قال يسوع عن من يؤمنون به خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه وتذكر وعده الرائع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر ترجمة نانسي قنقر 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 Nelle Sacre Scritture Nelle Sacre Scritture Ha offerto se stesso come sacrificio per il peccato al loro posto. È risorto e ha vinto la morte, secondo il piano di Dio. Gesù ha detto, Nessuno mi toglie la vita. Sono io che la depongo di mia propria volontà. La vita di Gesù ha adempiuto gli scritti dei profeti e così dimostra la verità della Sacra Parola di Dio. I profeti avevano scritto, La parola di Dio è perfetta, essa dura in eterno. Gesù stesso ha detto, Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Gesù è venuto per donarci la vita in tutta la sua pienezza. Ma quando l'uomo ha disubbidito a Dio nel giardino dell'Eden, ha scelto la propria via e le sue azioni lo hanno separato dal Creatore. Le Sacre Scritture dichiarano che tutti hanno peccato e che il salario del peccato è la morte. Si tratta della morte spirituale, cioè della separazione eterna da Dio. Ma come Dio ha provveduto un montone che morisse al posto del figlio di Abramo, allo stesso modo ha mandato Gesù il Messia perché morisse al posto nostro. La sua vita, morte e risurrezione ristabiliscono la relazione tra Dio e tutti coloro che credono in Lui. Ora, coloro che seguono Gesù non solo sono perdonati per i loro peccati, ma sono anche salvati dal giudizio eterno di Dio, hanno la certezza di andare in Paradiso e di vivere con Lui per sempre. Gesù offre ad ogni individuo la vera vita, che è la libertà dalla colpa e dal potere del peccato. Questo non vuol dire seguire una religione, ma scegliere di avere fede in Gesù, che dice «Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da Lui». Ciò significa che dobbiamo tornare a Dio e credere che Gesù possa entrare nella nostra vita per perdonare i nostri peccati e trasformarci in ciò che Lui vuole che siamo. Non basta conoscerlo con l'intelletto, né sentirlo con il cuore, bisogna che lo riceviamo con un atto volontario di fede che dica sì alla Sua grazia. Quando una persona è pronta a seguire Gesù, può rivolgersi a Lui con una semplice preghiera. Forse sei pronto ora a donare la tua vita a Dio. Se è così, puoi in silenzio far tua questa preghiera. Signore Gesù, ho bisogno di Te. Ti ringrazio perché sei morto sulla croce per i miei peccati. Confesso i miei peccati e mi pento. Ti apro la porta della mia vita e Ti ricevo come mio Salvatore e Signore. Grazie per aver perdonato i miei peccati e per avermi dato la vita eterna. Fa di me il genere di persona che Tu vuoi che io sia, ora che ho scelto di seguirti. Amen. Gesù disse a proposito dei Suoi discepoli, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono». Per sperimentare la vita abbondante che Gesù ha promesso, coloro che lo seguono parlano con Dio ogni giorno e leggono o ascoltano la Sua parola. Inoltre, parlano ad altri di Lui e si incontrano con coloro che lo amano e lo seguono. Non dimenticare la Sua meravigliosa promessa, «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra». Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. «Ogni potere mi è stato dato in cielo e la mia voce» «Ogni potere mi è stato dato in cielo e la mia voce» «Ogni potere mi è stato dato in cielo e la mia voce» «Ogni potere mi è stato dato in cielo e la mia voce» اشتركوا في القناة